ما جاء من مصدر البرنامج من مصيبة قبل فترة تقريبا شهرين هنا بالبرنامج تحدثت عن مؤامرة لبيع ميناء الفاو الكثير تحدث قال كيف نبيع ميناء فاو تابع للدولة العراقية وإلى آخره وزارة نقل ودخلونا بوقتها في إيراد ومصرف وكانت المعلومة دقيقة عن مزاعد علني لبيع ميناء الفاو صدق أو لا تصدق عزيزي المشاهد طلعت الوثائق اللي تأكد كلامي إنه كيف رح يعرض ميناء الفاو بمزاد علني أمام أنظار البصريين والعراقيين جميعا وبقرار مدير الشركة العام للموانئ ووزير النقل العراقي هناك وثيقة مخاطبة بين وزارة النقل ومصرف الـ TBI وزارة النقل تريد قرض من الـ TBI بقيمة 3 مليار دولار حتى يكملون أشياء اللي تخص إنشاء ميناء الفاو بالشكل الكامل TBI يعيد لهم يقول لهم سلموني كل المنشآت البحرية وما موجود من أرصفه على الميناء حتى يتم رهنه حتى يكون مقابل سد القرض لـ 3 مليار بمعنى أنه رح يجمعون الخطة وينطون لـ 3 مليار TBI ويرهن ميناء الفاو في مزاد العملة فيما لو الموانئ لم تذهب بإكمال المشروع رح يضطر TBI أن يحجز على ميناء الفاو ويعرضه بمزاد علني ويجيك الأجنبي والخليجي يشتري هاي المصايب جاءت من وزارة النقل العراقي ومن الشركة العامة للموانئ مصيبتنا أكبر بالبصرة